مرحبا كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا خير انت عمتوفوا هذا الفيديو فيديو اليوم رح نشوف فيه علامات الساعة الصغرى والكبرى خبرنا قبل ما نبدأ هذا الفيديو وحطوا لايكات كثير للفيديو شاركوا في القناة وفعلوا جرس مشان نوصلكم كل الفيديوهات الجاي وحلنا نوصل للمليون في هذا الشهر فليز ما ضل شيء نوصل لها اشتركوا لا تنسوا الاشتراكوا يا ربي تساعد كل واحد اشتركوا وحطوا كثير تعليقات مشان احدى من الفيديو الجاي لا تنسوا و الأن رح نبدأ الفيديو let's go رقم 40 بعتت النبي محمد تعتبر علامة صغرى يعني نحن رح نظلنا النازلين من رقم 40 للرقم 1 ونتعرف على العلامات الصغرى والعلامات الكبرى كملوا الفيديو للأخير وبيعتة النبي كانت من علامات الساعة الصغرى يعني هذا الشيء زمان رح نشوف علامات ساعة ظهروا وعلامات ساعة لست ما ظهروا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم بالتعليقات لا تنسوا علي أفضل الصلاة والسلام رقم 39 انشقاق القمر أيضا يعتبر من علامة علامة صغرى رقم 38 وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يعتبر علامة صغرى الله يرحمه يا ربي وارحم جميع أموال المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين رقم 37 وفاة الصحابة أيضا وفاة الصحابة يعتبر من علامات صغرى أنا يعني بعرف علامات الساعة بس ما بعرفهم كلهم الآن يعني فرصة جميلة أننا نتعرف عليهم أنا وياكم لهيك كم الفيديو لأخي مشان تستفيدوا مثل أنا رح استفيد أيضا رقم 36 فتح بيت المقدس أيضا علامة صغرى رقم 35 ظهور الفتن علامة صغرى أيضا بنشوف كتير فتن يعني هذا الشيء كله كله بيّن يعني هذه العلامات كلها يعني كلها يعني كلها ظهرت نعم رقم 34 خروج أدعياء النبوة والدجالين والكتابين علامة صغرى أيضا وما أكثرهم هذو يعني الدجالين وأدعياء النبوة رقم 33 ظهور رجال ضلمة يدربون الناس بالسياط علامة صغرى هي أيضا بس ما عرفت شوه السياط يعني هما يعطينا هون مثل اللي بيضربوا بها المهم يعني هي واضحة في الصغرى رقم 32 كثرة الهرج وكثرة القتل علامة صغرى أيضا هذا الشيء أيضا يعني مبين يعني موجود يعني هو ظهر هذا الهرج وكثرة القتل الله يحفظنا يا رب رقم 31 ضياع الأمانة أيضا علامة صغرى رقم 30 ظهور الكاسيات العاليات علامة صغرى وهذا أيضا ظهرت كثير وبنشوف كثير كاسيات العاليات الله يحفظنا يا رب وهذه البنت يعني الحمد لله في رسوم ما في أشخاص حقيقيين هذه الرسمة اللي بتتفوها معي مع الأسف صارت كثير وصارت عادي يعني كأن يعني موضة يعني بنت بتبين بطنها هذا عيب يعني الإنسان ما بيقدر يبينه حتى لأبوه أو إخوته يعني محارمه مستحيل يلبس هيك لباس يعني أنا عن نفسي مستحيل ولكن يعني الناس بتخرج ويشوفوها ناس في الشارع بجهة عادي فعلا من عادي و الله يهديهم يا رب رقم 29 رعاة الشات والإبل يتطولون في البنيان يتطولون في البنيان يعني يتبارون ويتباهون في تطويله وخزفته نعم يعني تطول البنيان أيضا من علامات صغرى وأيضا يعني صارنا بنشوفهم كثير هذو العلامات كلهم تقريبا ظهروا رقم 28 فشو التجارة هو انتشارها واستغال أكثر الناس بها لسهولة أمرها حتى تشترك المرأة مع زوجها في إدارتها علامة صغرى أيضا 27 انتشار شهادة الزور يا الله وما أكثرها أيضا علامة صغرى هذه يعني الناس اللي بتشهد الزور يعني الناس بالدمال وتشهد الزور ما عندها مشكل مع الأسف رقم 26 كتمان العلم وظهور الجهل علامة صغرى أيضا هذا الشيء سنبينشوفه كثير بخصوص ظهور الجهل صار منتشار كثير رقم 25 قطيعة الرحم نعم علامة صغرى أيضا وقطيعة الرحم تحتبر أيضا من أكبر الدنوب والمعاصي عملت فيديو عن أكبر دنوب والمعاصي رح خليه لكم هنا ورح خليه بصندوق الوس فعلا فيديو مفيد جدا تستفيدوا منه كثير شوفوا لما تنتهوا من هذا الفيديو وقطيعة الرحم أيضا يعني هي من علامة الساعة ومن الدنوب والمعاصي يعني 2 أشياء رقم 24 طاعد الزوجة وعقوق الأم علامة صغرى يعني الناس اللي ما بتتعامهمها هذا شيء صارنا بيشوفه كثير مع الأسف رقم 23 استحلال الحمر كنت رح أقول الحمر الخمر أنا في هذا الفيديو شكلي جدية ما بتضحك كثير بس ضحكنا الآن أوكي حميدا يعني أوكي استحلال الخمر هو علامة صغرى مع الأسف يعني ناس بتقول عادي للخمر وفي ناس كثير بيشربوا عادي وحتى في شهر شعبان كانوا ناس كثير بيشربوا خمر مع الأسف يا ربي يغفر لهم رقم 22 استحلال المعازف يعني الموسيقى وهيك شي علامة صغرى رقم 21 كثرة موت الفجأة علامة صغرى أيضا هذا الشيء كله ظاهر حتى كثرة موت الفجأة شفنا كثير ناس ماتوا يعني موت فجأة حتى يعني بيكونوا ناس عاديين ما عندهم مرض أو شيء بيموتوا الله يرحم كل الموت يا رب رقم 20 انتشار الريبا نعم والريبا أيضا صارت كثير منتشرة مع الأسف ناس بتعملها كأنه شيء عادي رقم 19 إمارة السفهاء 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 هم الذين لا رسد له من الوعي والتقوى علامة صغرى وأيضا هذه يعني موجودة وبالخصوص في السوشيال ميديا في ناس كثير سفهاء مع الأسف رقم 18 تقارب الأسواق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق نعم يعني تقارب الأسواق أيضا من علامات الساعة والله هذه الأشياء ما كنت عارفها فيه أشياء ما كنت عارفها رقم 17 كثرة الزلازل علامة صغرى ما بعرف هذه بتعتبر ظهرت أو لا ما بعرف كثرة الزلازل ما بعرف صراحة يعني فيه زلازل بس مكتيرة على ما أظن رقم 16 كثرة النساء وقلت الرجال نعم هذه سننا بنشوفها كثير يعني ناس صاروا للنساء أكتر من الرجال رقم 15 إخراج الأرض لكنوزها علامة صغرى أيضا رقم 14 ظهور الخسف والمسخ والقدف أي عندما تنتشر المعاصي ويجاهر الناس بها وينغمسون في الشهوات والملذات أيضا هذه موجودة رقم 13 نزول المطر من السماء ولا تنبت الأرض شيئا ما بعرف هذه الحمد لله يعني الآن ما بعرف يعني لسا الأرض بتنبت بتنبت خيرات الحمد لله يعني هذه شكل ما ظهرت هذه العلامة رقم 12 غزوة لهند علامة صغرى أيضا أيضا هذه يعني غزوة الهند لسا ما ظهرت هذه العلامة رقم 11 رفع القرآن من المصاحف والصدور يا الله الآن وصلنا على العلامات اللي قررنا العلامات الكبرى هذه يعني إذا وقعت يا ربي يعني يحفظ هذه من كترة من أكبر الأشياء اللي رح تصير هو إنه رح يرفعوا كل القرآن والمصاحف حتى من الصدور صراحة يعني هذا الشيء بيخوف كتير اللهم يربي تبتنا رقم 10 هدم الكعبة على يدي الرجل من الحبشة هذه يعني أيضا من أكبر الأشياء اللي رح تصير هو هدم الكعبة صراحة يعني هذه العلامات جدا جدا بتخوف لأنه رح يكون يعني قربت قيامة الساعة وهذه هدم الكعبة يعني على ما قرأت إنه رح يهدمها أبو السويقة أو دو السويقة أو هيك شي هو هذا رجل من الحبشة قالوا يعني قرأت عن هذا شوي رقم 9 ظهور المهدي المنتظر يعني ظهور المهدي المنتظر أيضا من علامات الساعة الكبرى الآن دخلنا على الكبرى يعني لما رح يظهر المهدي المنتظر من علامات الساعة الكبرى رقم 8 ظهور الدجال يعني المسيح الدجال من العلامات الكبرى أيضا يا الله هذا المسيح الدجال بيذكيني في فيديو المسيح الدجال و عرفوا و الله عرفوا لما شاهد فيديو ايضا ستجعله هنا و ستجعله في صندوق الوس فعلا يعني هذا الشيء مانوف موضوعنا بس تحبيت اقولكم ان هذا التطبيق يجعلكم تعرفوا كل شيء نزول عيسى بن مريم عليه السلام رقم سبعة يعني من العلامات الكبرى سينزل عيسى عليه السلام لانه هو مميت هو فقط يعني يعني مرفوع او مبعرف يبس المهم يعني هو مميت هو فقط يعني مبعرف وين المهم هو مرفوع الان ما نميت و سينزل من علامات الساعة لما سينزل ذهور يأجوجة ومأجوج رقم ستة علامات كبرى أيضا ذهور يأجوجة ومأجوج فعلا يعني رح يكون هون قرب قرب كثير الوقت لما رح يظهر هذا المهم هذا الشيء بيخوف كثير. وهذا من علامات كبرى ايضا رقم خمسة ظهور دابه تكавлив الناس علامة كبرى أيضا دابه ما بعرف هذا النوع من الدابه المهم هي دابه رح تكلي من ناس فعلا هاذا الشيء بيخوف كثير رقم أربعة ذهور دخان عظيم يأتي من السماء فيعمل كونه كله فيخشى الناس من ذلك الدخان ويصيبهم الهلع والجزاء فعلا هذا أيضا من أكبر العلامات ظهور الشمس من مغربها يا الله هذه رقم ثلاثة فعلا هذه أيضا بتخوف كتير لما بتطلع الشمس من مغربها بتعرف أنه يعني خلاص العلامات الساعة الكبرى كلهم بيّنوا رقم اثنان ثلاثة خسوف هي ثلاثة خسوفات خسف في المشرق وخسف المغرب وخسف ثالث في جزيرة العرب والخسف يعني نزول شيء ما على الأرض إلى باطن الأرض يا الله يعني هذه أول مرة بيسمع بها صراحة رقم واحد نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم علامة كبرى أيضا لأول مرة أيضا بعرف بهذه وصراحة يعني في علامات كتير ما كنت بعرف بهم يعني في علامات معروفة يعني مثل شرق الشمس من مغربها وكل هذه الأشياء بس في علامات مثل هذه مثل علامات أخرى ما كنت بعرفهم وإنتوا خبرونا بالتعليقات هل كنتم تعرفوا بهذه العلامات كلا أو بعض وإذا استفدتم من الفيديو حطوا كتير لايكات للفيديو إذا كانوا يعجبوكم مثل هذه الفيديوهات الجميلة الدينية اللي بتخلينا نعرف كتير أشياء عن ديننا خبرونا بالتعليقات أيضا نعمل كتير عن هذه الفيديوهات بهذا الشهر المبارك ورمدان مبارك كريم على الجميع بشوفكم الفيديو ساي باي